السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا لا توقعات يوم الأربعاء 25 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية مساء يوم الغد الخميس يعني الساعة 10 و 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزل إلى المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 21 دقيقة بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي منزل إلى المضرة والمشاكل القمر بما أنه اليوم أيضا موجود في برج السرطان معناته بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جون من الأمان إلنا والأحبائنا والأطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا أكثر سعادة من ناحية أخرى عنا كثير من الذكريات اللي ممكن تيجي على بالنا أو نذكرها والبعض ممكن يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي لأنه بتكون حساسيتنا عالية إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم وخصوصا الأشخاص اللي بيعملوا دايت أو برنامج غذائي لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم زي ما ذكرنا بتكون في ذروتها فممكن نجرحهم وإحنا مش من تبهين يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وأيضا هاي فترة ممتازة لقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين نبتون طبعا هاي الزاوية لها تأثير تقريبا ثلاثة أيام ومستمرة ثلاثة أيام قادمة ذروتها رح تكون اليوم الساعة 11 و 6 دقائق ظهرا بتوقيت جرينتش بيكون عندنا هيك نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك بعض الأشخاص ممكن ترتكب الأخطاء في أحكامها وهذا الشيء ممكن يعرضها لخيبات أمل بالدل على وقع جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية يطبعها الفكر اليساري والاشتراكي وممكن يتم فضح بعض الحقائق أو التلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجال الفني أو المجال الإلكتروني وممكن تشهد هذه الفترة التراجع في المبادلات التجارية البحرية أو النزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 و39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا عند أي انتقاد ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلط للراحة هذا التحويل مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضاً الجهاز الإنفاوي وعظم الصدر أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش تكميم المعدة أو قص المعدة أو العمليات اللي تتعلق بالثدي تجميلياً يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس يبدأ الساعة 10 و11 دقيقة مساءً وبينتهي الساعة 10 و46 دقيقة مساءً بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم الساعة 9 و17 دقيقة مساءً بتوقيت جرينج نبدأ باليوم الأربعة وعشرين نسبة الإضاءة 38 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد بنسبة 30 في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة 60 في المية القمر في السرطان حتى يوم 26 تسعة سعيد بنسبة 5 في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 30 في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة 5 في المية عطارد في العذرة حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 10 في المية الآن ساعة المساء سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 17-10 سعيد الآن بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنهمكوا في أمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا التصرف العدائي ما تخالفوا القوانين ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح حاول أنك تضبط عصابك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان عبروا عن آراءكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال للأمود باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية خففوا من النفقات ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها تفتح أمامك خلال هذا اليوم أبواب حوار ونقاش بناء برر مواقفك ووضحها من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم عندكو نشاط وحيوية وعندكو قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم مش إنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفقة جديدة وبيحملك هذا اليوم تقدم أو أخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية يعني من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساء يوم الغد فإذا اليوم بسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بغسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو المرض خلال هاي الفترة بدك تنتبه من كل هاي الأمور وإن شاء الله ما بصيبك أي شيء ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح أو تخيب أعمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لا إلك وممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك أهم شيء أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح وحاول قدر الإمكان ما تجازف وما تغامر لأن الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر أو اتصالات بعيدة ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وممكن تختفي المنافسات والعدوات وتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاول أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لأنصابها وحاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشتركة بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة ورغم أنها هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر فممكن تتورط في أزمة ما حاول قدر الإمكانك ما تتهور وما تعصب وما تنفعل ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد وابعد عن المشاكل مع أي شخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيبدأ العمل بالتراكم لديكم طبعاً لأن القمر موجود في بيت العمل والصحة حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم أو مع المعاونين وحاذروا من التراجع الصحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل وإنجز العمل الضرورية والمهمة في البداية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم واليوم بيقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو تعارف أو ارتباط أو تواصل مع الأحبة نشاطاتك متنوعة على المتمارس هواي أو تجميلية أو الاهتمام بالذات وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا وهي فترة إيجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء